اعلن رئيس عمات الأطباء البياترة أحمد رجب أن وضعية المسالخ كارثية ومزرية وتبعث على الانشغان مشيرا إلى أن نصف المواشي في تونس يتم ذبحة في المسالك الموازية ما يشكل خطر على ساحة المواطن وقدر أن تجه اللحوم الحمراء في تونس لكامل سنة 2016 ب125 ألف طن واتهام رئيس عمات الأطباء البياترة الصلط المعنية بالتبطء في تنفيذ المخطط المديري لتأهيل المسالخ والذي كان مبرمج للفترة من سنة 2010 إلى 2015 والذي نص على أحدث تسعة مسالخ جديدة مطابقة للمواصفات وتأهيل وتعصير 51 مسلخ هذا تم التأكيد على افتقار المسالخ إلى أبسط الشروط والمواصفات الصحية مع الإشارة إلى أن تونس تعد 206 مسلخ تم إغلق 46 منها في مرحلة أولى مع اتخاذ قرار غلق نصف المسالخ المتبقية وأصدرت عمادة الأطباء البياترة طبعا لذلك بيان أكدت خلاله على حرص البياترة على تطبيق القانون واحترام واجباتهم المهنية رغم صعوبة المهمة والظروف السيئة اللي يعملوا فيها بالإضافة لإدانتهم المخالفين لمبادئ المهنة ولما احترموش واجباتهم المهنية بالإضافة للممارسة غير القانونية أو غير الأخلاقية اللي من شأنها أن تمس من السلامة الصحية للمنتوجات ومن صحة المستهلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر